صلاحية مشجعة مسنادة للمرصد الوطني للمجتمع المدني حسب ناشطين، فتمكينه الطلبة من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، معلومة أو توضيحة مفيدة، بحيث تكون مجبرة على الرد عليها، يماهد للمجتمع المدني لعب أدوار رقبية هامة، ويتعزز ذلك باستفادة أعضاء المرصد ورئيسه من تسهيلات بارزة في ممارسة مهامهم. امتداد المرصد هو للمجتمع والتمثيل الشعبي، فلذلك جاءت أغلبية مكوناته مكونات شعبية، مكونات حرة، مستقلة، حتى تجعله داخل مؤسسة الدولة صوت حر. هذا الصوت الحر لابد من أدوات، بينها هذا التعزيز ليحتاج المرصد بأن يبحث عن معلومات أو يبحث على تفسيرات أو على أسئلات تحتاج إلى أجوبة لأنه هذا جزء من الأداء المرافعة المتعلقة بالرقابة أو المتعلقة حتى بالإختار. إضافة إلى المناصفة بين النساء والرجال والمناصفة مع الشباب في اختيار أعضاء الهيئة، يعتبر ناشطون أن إبعاد الشبهة السياسية عن المرصد معطاً يستوجب الوقوف عنده. فالمادة العشرة من نص المرصوم تشير إلى أن المنتمين إلى الأجهزة القيادية للأحزاب السياسية أو المنتخبين في المجالس الشعبية، وأيضاً أعضاء الحكومة ممنوعون من الانتماء إلى المرصد. هذه المادة خصيصاً أتت من أجل محو بعض الممارسات الخاطئة خاصة خلال الفترة السابقة أين كنا نرى بعض القيادين البارزين في الأحزاب السياسية ونرىهم أيضاً في بعض المناصب الأخرى على غرار هذه الهيئات الاستشارية. وبالتالي أتت هذه المادة من أجل منع الاستغلال السياسي لمثل هذه المناصب وهذه الهيئات الاستشارية. خمسون عضواً يمثلون الإقليم الوطني، وكذا أبناء الجالية الوطنية بالخارج ستكون على عاتقهم مهمة ثقيلة ضمن مشروع جديد يراهن عليه بشكل غير مسبوق في ترقية آداء المجتمع المدني.